اشتركوا في القناة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة المتحد الثرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس باستمرار المتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال كما وجه السيد الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي بما يفتح آفاق النهوض بهذا الجهاز وذلك أيضا من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة بما يسهم في التحول إلى الحكومة الذكية وبدأ عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين وذلك في الإطار العام من تنمية وبناء للدولة المصرية الحديثة